اشتركوا في القناة والعدالة الاجتماعية فقد قام الشعب مناديا بحرياته في صورة عظيمة وفي الثلاثين من يونيو عام 2013 صار الشعب المصري ضد سياسات جماعة الاخوان المسلمين وكانوا يعتبرون كل من يعترض على قرارات الدكتور مرسي ما هو الا كافر او عميل اننا اليوم نوضح الصورة للدنيا كلها وللعالم اجمع اننا في مصر نسعى لمزيدا من الحريات ومزيدا من الديمقراطية ومزيدا من العدالة ونسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور نود ان نوضح ان مصر ليس بها حرب اهلية كما اشاع الاعلام الغربي ولا يوجد بها حرب طائفية ما بين مسلم ومسلم او مسلم ومسيحي او مسيحي ومسيحي فاننا في وطن واحد وشعب واحد ونسيج واحد اننا نطالب من الدولة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ونطالب من الكوات المسلحة والمجلس الاعلى للكوات المسلحة نطالبهم اولا بالافراج الفوري عن المعتقلين الذين لا ينتمون الى طيارات اسلامية والذين لم يقوموا بعمال تخريبية او ارهابية في البلاد فليس كل من اعترض على النظام لا يندمي للاخوان والان مع كلمة الاستاذ محمد فوزي بحيي للسادة الحضور ايضا بوادين ما حدث لشبكة يقين الاغبارية من انتهاك واقتحام لمقرها وبشكر تشرفهم لنا برضو بوهاني عودة باسم يوسف والاعلام الحر جميعا للسادة الحضور اليوم احنا بصدد انطلاق مبادرة الطفان العالمية هذه المبادرة التي نسعى جاهدين فيها ان تكون هي حل الازمة لكل الاطراف في المجتمع المصري نسعى من خلالها من حقن للدماء من كل الطرفين في هذا اليوم 14 فبراير عيد الحب احب ان نوجه رسالة حب للمجتمع المصري للحركات السياسية حركة 6 يبريل الاشتراكيون السوريون كل الحركات السياسية بمصر والاحزاب الدستور والطيار الشعبي وكل الطيارات السياسية رسالة حب وتقدير ان يحبوا شعب مصر ان يحبوا ان يعلوا من مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية رسالة حب للقادة السياسيين في مصر بان يعلوا مصلحة الوطن على صراعهم في انتخابة الرئاسة الان اقدم مهل بديني مسؤول المكتب الاعلامي لحملة تمرد 2 تحرر لتوضيح ما تضمنه الاجتماع الذي عقده مكتب بحركة تمرد 2 تحرر بصدد مبادرة الطوفان العالمية بيان صحفي خاص باطلاق صراح المعتقلين فورا واطلاق مبادرة الطوفان العالمية لدعم السلم الاهلي بالداخل وتوضيحه بالخارج تعلن حمل التمرد 2 تحرر وشباب مصر المخلصين باطلاق مبادرة الطوفان العالمية لنشر السلم الاهلي وذلك لتوضيح ان ما يحدث في مصر ما هي الا مرحلة انتقالية لاعادة ترتيب الاوراق واعطاء فرصة للشباب للتعبير عن ارائهم بحرية دون تقييد وتأتي مبادرة الطوفان العالمية بعد ان صورت بعض القنوات الاجنبية ان ما يحدث في مصر هي حرب اهلية بينما اسميتهم ميليشيات اسلامية ضد الضباط او الشرطيين ونوضح ان ما يحدث في مصر من المظاهرات عامة هي حرية للرأي مكفولة قانونيا ودوليا ويجب احترامها كما ويجب ان يحترم كل مننا رأي الاخر كما ويجب ان يحترم كل مننا رأي الاخر ومطالبه ونشير الى ان ما يحدث من حالات عنف وقتل بسبب فضل اعتصامات بالقوة غير مقبولة بالمرة وذلك ينتج بسبب عدم التعقل في القرارات ونشدد في الوقت ذاته على حقن الدماء بين جميع الاطراف لان الدماء حرام مع محاسبة كل مسئول عن اراقة تلك الدماء مع محاسبة كل مسئول عن اراقة تلك الدماء ونشير ان ما حدث في اعتصام فضل رابع العدوية والنهضة وجميع احداث العنف الاخرى من محمد محمود ومسبيرو والبلون والتي نتجت عن قتل الالاف واعتقال المئات من المتظاهرين من جانب وعشرات الضباط وافراد الامن من جانب اخر ما هو الا نتيجة غياب العدالة والعدل ونأمر الداخلية والقيادات المسئولة ومن معهم الان وفورا باطلاق صراح جميع المعتقلين وخصوصا الطلاب والمرضى والاطفال والذين تم اعتقالهم وذلك دون اخذ اي كفالات منهم اطلاقا ونشدد على العدالة الاجتماعية وتحديد الحد الادنى والحد الاقصى للاجور والذي بسببه يقوم الساسة والكبار وكبار الاعلاميين بتوجيهنا بعيدا عنه في صالح تنفيذ مطامع سياسية او شخصية او الهائنة بمشاكل اخرى ونحن نشدد هنا على تنفيذ الحد الادنى والحد الاقصى للاجور وتنفيذ مطالب العمال في المصانع وذلك باعلاء دور العمالة وتشجيعهم ودعم الاستقلال الوطني وانتاج الغذاء والكساء بايدينا وذلك لتنفيذ لمطالب الثورة المصرية عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية والقصاص للشهداء والحرية للمعتقلين نوضح ان الجيش المصر الوطني يحمي الحدود والاراضي المصرية ولا يحكم نوضح ان الجيش المصر الوطني يحمي الحدود المصرية ولا يحكم ولكننا ندعو الحكماء والعقلاء من بين ضباط وافراد قوات المسلحة وضباط الشرطة بعدم الانسياق وراء قرارات تؤدي الى الظلم او العدوان على اي مواطن مصري فنحن لن نخلق ديكتاتورا عسكريا اخر فالله خالقنا العزيز الجبار وبمناسبة تأييد مرشح رئاسي من عدمه فلا يزال الباب مفتوحا للجميع لعرض البرامج الرئاسية التي تحقق مطالب الثورة وذلك تحقيقا ثوريا على الارض فقد مللنا الكلام ونريد الان ان نبدأ العمل فورا ايمانا منا بدور العلم والعمل ونحن ندعو الشعب المصري داخل وخارج مصر بدعم مبادرة الطفان العالمية والتي تدعو للسلم الاهلي بكل ما يعني بالداخل وتوضيحه للشعوب الغربية بالخارج والله الموفق والمستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الى متى سننتظر كل يوم مزيد من الدماء مزيد من الاعتقالات التي تحدث كل هذه الأمور تجعلنا نبادر بمبادرة الطفان العالمية لنبذ العنف ونبذ الاعتقالات دعوة الى كل القوى السياسية مصالحة وطنية ليس الا للشرفاء المحترمون لا ندعي بان هذه المبادرة لقيادات الفلول او قيادات الاخوان بل مصالحة لابناء عشرات الالاف من شباب المنتمين لجماعة الاخوان وعشرات الالاف المنتمين للحزب الوطني هؤلاء من حقهم ان يعبروا في مظاهراتهم كيف ما يشاءوا دون دون اضطهاد ما يحدث سلان على الساحة المصرية يعود بنا الى دولة مبارك من الصراع على السلطة باسم المجلس العسكري نحن تكلمنا كثيرا وقلنا ان مصر دولة مدنية هم بعد صورة 30 يونيو او موجة 30 يونيو اكدوا على انهم ليس لديهم مطامع فيها السلطة كل هذا يستدعينا ان يوفوا بوعودهم التي وعدوا بها الان مع كلمة الستاذ ياسر حامد عضو المكتب السياسي حول بعض الرؤية لحملة تمرد اتنين تحرر فلاتفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا حملة تحرر بالدين كل الاعمال الارهابية التي تتعرض لها البلاد ثانيا لم تتخذ الحملة قرار بدعم احد المرشحين حتى الان حيث ان باب الترشح لم يغلق بعد والصورة لم تكتمل والحملة تعكف من الان على كتابة مشروع متكامل وسنقوم بارساله لكل المرشحين المحتملين كما تطالب الحملة السلطة الحاكمة باطلاق صراحة السوار المعتقلين وهي الاقلاء السوار هم من تسببوا في وجود السلطة الحاكمة الان وجلوسهم على الكراسي التي يحكمون منها حيث انهم صاروا في 25 يناير و30 يونيو وتدعو الحملة جمه الشعب المصري لنبذ العنف من جميع الاطراف سواء سلطة حاكمة او متظاهرين كما تؤكد الحملة على انها ستدعم المرشح الرئاسي الذي سيتبنى اهداف الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية والحملة قدمت كثير من المشاريع منها مشاريع سياحية كمسلس النهضة الذي تتمصر دولة سياحية تمتد حدودها السياحية حوالي 1000 كم على البحر الابد المتوسط وحوالي 800 كم على البحر الاحمر ولم تستغل حتى الان ما زالت وزارة السياحة وزارة تكملية يجلس على كرسي وزارة السياحة اي وزير السلطة عايزة تجامله لكن السياحة ممكن هي عصب الاقتصاد المصر السياحة ممكن تدخل لمصر كل سنة لا يقل عن 30 مليار دولار وهذا رقم يعتبر لو السياحة شدت حالها شوية والوزير بدأ يشتغل او اي وزير تاني بدأ يشتغل يبقى رقم سهل جدا لان مصر بيزورها في الامة العادية حوالي 13 مليون سايح ممكن نوصل بالرقم ده سهل جدا اللي احنا نوصل لـ 20 مليون سايح واحنا تقدمنا فعلا بمشروع لوزارة السياحة عشان تنشيط السياحة في مصر عندما خرجنا من تمرد واسسنا تمرد اتنين تحرر لمختلف القوى السياسية انضمت لنا فكان اهم الشيء احنا خرجنا على الشان المبادئ المبادئ لا تتجزع انطلاقة من مبادئنا احنا مش نختار مرشح بعينه كصفة شخصية الا منشوف البرنامج بتاعه الاول ماذا تضم البرنامج ثانيا لدينا توصيات كما اشار العزيز زياسر حامد بان هناك توصيات وبرامج اعددناها للمرشح الذي نختاره لابد ان يؤيدها من مشاريع تضنمن عدلة اجتماعية للمواطن المصري لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري ما شاهدنا وشاهده الملايين من الشارع المصري في الاجتماع الاخير لتمرد كشف عن نواياهم السيئة كشف عن انهم يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن ما بين المنقسمين مع عبد الفتاح السيسي وبين المؤيدين لحمدين صباحي كلهم كشفوا عن نواياهم السيئة وانها لعبة مصالح لذلك اكدوا اننا عندما خرجنا كان خروجنا مناسب وجاء في الوقت المناسب عندما كشفنا عن مخططاتهم وعن انهم قد يقدمون مصالح شخصية فوق مصطحة الوطن تمرد لم تكن الا فكرة خرج منها الملايين من الشعب المصري لمزيد من الحريات الان كما اكدنا في البيانات السابقة نعيش في حالة اسوأ مما كانت عليه قبل 30 يونيو الآن كلمة كلمة محمد علي عضو المكتب السياسي بالجزة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل زمائلي قالوا كل اللي انا عز اقوله لكن انا هتكلم في جملة زيارة ولا ان البلد دي مش هتنهض ولا هتتقدم الا ما يحصل مصالحة سياسية من جميع كل الاطياف ما عادة طبعا كل الا طبعا كل الاخطأه في حق مصر من ايام الصورة لحد الوقتي وكل ما انتسولتنا نفسه في نزيم الدم الشباب اللي ماتوا من 25 حتى الان ده لا يمكن نقبل مصالحة ابدا معا لكن اما جميع الشباب باختلاف وجهة نظرهم السياسية ده البريء الطاهر ده اللي ممكن مفروض يحصل مصالحة سياسية تاني حاجة طبعا بنطالب بالدخلية وبنطالب النظام اللي قائم عليه حاليا دلوقتي بان كل المعتقلين كل المعتقلين يطلعوا بدون اي قيود او شروط وبنطالب ان الرجل المناسب اذا ما اتعلمنا في المدارس الطالب المناسب او رجل المناسب في المكان المناسب فلابد ان يعي مجلس العسكر ان مكانه الحقيقي هي حماية الوطن على الحدود اما الرجل السياسي المدني هو اللي اشتغل في السياسة في الحياة المدنية ومعنديش اكتر من اقاله كل زميل كلنا عاوز اقوله الله الموفق وان شاء الله نحقق تقدمه مصر بالسياسة على الوزميلي ولا اي حاجة لكن احنا طبعا خرجنا بنطالب بدولة مدنية وبنسعى لتحية الدولة المدنية اللي بيبقى فيها قضاء عادل وفيها عدالة اجتماعية وفيها حرية رأي وحرية تعبير وابداع الحضارة الفرانية قامت على المدنية وقامت على الثقافة وقامت على التدين والحضارة الفرانية اول ما النادب بالتدين طبعا بنتفق مع جماعة زمالي في التواصلات اللي قالوها وفعلا احنا مش هننتخب مرشح بعينه الا ما نشوف برنامجه وإلا ما نشوف فكره هيتوافق مع الفكر الشعب المصري وإلا هنشوف المرشح اللي حيدي المزيد من الحريات والديمقراطية ويسمح بالمعارضة البناءة وليس الهدامة المرشح اللي حيسمح بحرية التعبير عن الرأي وإحنا ليس لنا مرشح رئاسي وفي ذات الوقت أحب أن نوضح صورة صغيرة للشعب المصري أننا غير منتمين لأي طيار سياسي وأفكارنا هي اللي بتحركنا وأفكارنا المعارضة لزلطة الحالية القائمة على القمع والزلم والعنف نحن نعارضها من أجل بناء مصر الحديثة مصر الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما في الأول خلص لما بدأنا تمرد اتنين تحرر وخرجنا من تمرد قالوا أن إحنا إخوان بعدين لما لقوا أن في حازمون في جمعش في عين شمس بيمضل الاستمارة بتاعتنا فقالوا أن هي حازمون لما لسه الأسبوع الماضي عندما تم اقتحام مقر حمل تمرد اتنين تحرر المؤقت في حزب الكرامة بحلوان قالوا أننا تابعون لحمدين صباحي والطيار الشعبي نحن ليس لدينا صلة بأي من هذه الطيارات ليس هذا معنا أن هذه الطيارات مشكوك فيها أو إلى ذلك لهم حق التعبير على رأيهم ولكن نحن لا نعبر وليست لدينا صلة بأي أحد نحن طيار سياسي مستقل بأجمع شباب القوى الوطنية المستقل الذي يعلم مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية بالنسبة للمرشح الأسبوع الماضي نشر في بعض الوسائل الإعلام أن التمرد اتنين تحرر تابعة الحمدين صباحي وفي من قال أنها تابعة لخالد علي نحن حتى الآن في وسط هذه الدماء التي تفجر ليست لدينا غير من سيرضى بالمشروعات الاقتصادية والبرنامج الذي تضمن حمل التمرد اتنين تحرر وهي تقدمه لأي مرشح يستطيع أن يقوم بتنفيذه الذي نعتقد أن هذا فيه خلاص الوطن في المشروع الاقتصادية مع كلمة محمد أبو آدم عضو المكتب الجماهيري لحركة التمرد اتنين تحرر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أنا مش عايز بس أطول عليكم بس هو في نوطتين بس بعزنكم عشان بس نركز معي في كلام لأنها هسألكم أسألكم أسألة بس إحنا عملنا ثورة تمام عشان خاطر حاجتين أو عشان خاطر تات حاجات أنا باتكلم في حرية وباتكلم في عيش يعني مش عايز بقى أتكلم بألقاب إحنا نتكلم بالناس كده بنتكلم بالراحة أنا عايز إن أنا مثلا أكل وأشرب ودخلية عاملني باحترام الكلام ده كله إحنا طالبناه دلوقتي أنا شايف حاجة واحدة بس الناشط السياسي أو اللقب اللي لقبه الشعب للثوري اللي هو يبقى ناشط سياسي بينزل الشارع بمجرد ما بيجي طالب بحقه أول حاجة بيعملها أنا هو بتقبض عليه تاني حاجة انتهكات داغلية تالت حاجة عشان أخرج حتى من القضية اللي أنا أصلا ما عملتش بها حاجة يعني طبعا بقوانين القمع السوري اللي إحنا بنتكلم في هذا القانون التظاهر الفكرة كلها دلوقتي إن أنا لما بيجي بتقبض علي لازم تخرجني بكفالة يعني أنا عشان خطر أنزل أتكلم في حقي في الآخر بدفع 10.000 جنيه و20.000 جنيه كفالة على أساس إن أنا إيه يعني اللي أحسن إن أنا مثلا لو معي 20.000 جنيه تفتكرنا يعني لو أنت مثلا يعني أنا مواطن وكل مواطن فينا معي 20.000 جنيه هينزل يعني المظاهرة ليه يعني أنا بنزل أطالب بإيه عشان ندفع كفالة 20.000 جنيه طب ما هي ملهاش لازمة يعني أنا لو أنا شايف إن أنا والله العظيم وحيات ربنا أنا فكرة بكلمكم عن تجارب أنا فعلا فيه تجارب في الحياة أنا فكرة أنا متجوز وعندي آدم يعني الدنيا فعلا بجد زفت بجد زفت زفت بمعنى مراحل أنا بتكلم يعني بطاقة وجواية كده لازم تخرج اليومين اللي إحنا فيهم دول ما فيه الثور بينزل مظاهرة عشان خاطر يطالب بعيش حرية عدالة اجتماعية وهو مع 10.000 جنيه ندفع غرامة وده ده مرفوض تماما يعني فالمطلوب من وزير الداخلية شخصيا الفراج عن المعتقلين دون أي كفالات لأنهما فعلا مش حمل كفالات يا أنت كده بتأيدنا يعني أنت حتى مش عايزنا نتكلم ولا عايزنا نعمل أي حاجة خالص في البلد زي تمام ويه عمرها كده ما تتعد تاني حاجة هنيجي الناحية البطالة الزحمة لسه زي ما هي النور بيقطع تمام معلش أنا مش هقول بقى مرسي ومش مرسي عشان بس ما هتشقول أنت إخوان ومش إخوان لا بالعكس هو النور بيقطع هو هو لسه الزحمة زي ما هي لسه ما فيش شغل أنا واحد من الناس لحد دلوقتي برضو مش شغال تمام يعني أنا مش عايز أقول لكم الدنيا بجد فعلا يمكن إحنا رجعنا أكتر من أول عشرين سنة لورة يعني أيام حسن مبارك أنا الناس بيقول دلوقتي إن أيم حسن مبارك كات أحسن لا أنا مش بقول إن أيم حسن مبارك كات أحسن لا بس إحنا فعلا بتدينا نرجع على نفس المساوئي اللي إحنا كنا عايشينها أيم حسن مبارك بالعكس إحنا كنا ممكن نرشي الدخلية عشان نخرج دلوقتي إحنا ولا عارفين نرشي ولا عارفين نعمل أي حاجة خالص